سنة هاي والله ما نعرف عليها سنة هاي دمار لا تبدو أوضاع النازحين أفضل حالا مع اقتراب شهر رمضان فقبل أيام من دخوله تبدو الأوضاع الإنسانية أكثر صعوبة منذ بداية الحرب بنظر إلى الغلاء الذي يشهده القطع غزة في الأسواق بالإضافة إلى عدم قدرة كل الدول الداعمة على منح هذا القطع المساعدة التي يحتاجها هنا في هذه المنطقة في منطقة المواصف في رفح عائلة فلسطينية لا تستطيع تدبر أمورها منذ بداية هذه الحرب والله استعدادة للرمضان بكة وعيات مش عارف كيف إحنا بنا نقدر رمضان بين الصغار بين هذا أسكت بين هذا كذا يعني محدش حاسس فينا فإحنا ولا دولة عربية بالناشية جميع الدول العربية على أسا مصير إحنا وين من وقف اطلاق النار أقسم بالله مليون وثلاثمائة شخص هنا تعبنين ما هم قادرين ما هم مش حاسين محد فينا كم واحد هم؟ حوالي 25 نفر وين بلنا فوق بعض هان بتزقل أولادة فوق بعض وهان بزقل أولادة وهان بزقل خد تنجرة عقاد 20 نفر كل أحد حنك حنك لا يكفي أكل لا يكفي شروب بس تريحانا إيش بالله عليك أنا بتكفي لـ 25 نفر أتات عشر فيش حد حاسس فينا اليوم أنت حتقدر رمضان هان شكله المفاوضات فشلت اليوم أنت كنت متفائل أنه أنت تسيب الخيمة وترجع على مكانك عبيتك أقسم بالله متفائل في أي لحظة كنت أقسم بالله لا أضمن إن أنا ساكم سكر خانيونس لا أضمن شرق شرقة رمبة فرس لا أضمن فيه مياه لا روح أموت هناك أنا كل يوم بموت هنا شوف الحم محدش بتحمله يعني مازالة مهانة البناء آدم هنا مهان رمضان معناش رمضان إحنا إحنا رمضان فيش السنة الله يكون بعوننا طب يا رجل أنا قاعد هنا بينهم وعيالي فيش حقة تانية أنا حرمت أن أشوف أولادي ما حالك يا أمو؟ الحمد لله إيش اسمك؟ عايشة عارفة يا عايشة أنه رمضان قرب؟ آه عارفة طيب شو حاسة أنه رمضان قرب وإحنا في الخيمة؟ حاسة أنه إحنا ما فيش بكرة أنه في رمضان يعني شو جاي علينا؟ جاي علينا رمضان ما فيش أكل ما فيش شرب ما فيش ايش برمضان عشان الغازة شي موفر عنا أولا شي موفر عنا طب أنت برمضان يا عايشة السنة الفاتت كيف كانت الأجواء؟ كنتم حضرين زينة طب والسنة هاي كيف؟ السنة هاي والله ما نعارف عليها السنة هاي ضمار ضمار شو كان نفسك يكون رمضان هذا؟ نفسي لكون في زينة نفسي لكون في إشي لكون اللي فرحنا والله ما فيش إشي ما فيش إشي تشوفه ولا إشي نشوفه طيب رمضان خايفة أنه الحرب تكمل تضلها؟ آه والله خايفة كتير كتير خايفة والله شو نفسك؟ نفسي بفوانيس ما فيشي عنا فوانيس يا الله ما فيش إشي كل إشي غالي يا الله العاب كلهم غالين وكل إشي غالي الحاجات غالين كل إشي سارة غالي هي نداءات الأطفال التي تدلل على أن حجم المأساة والكارثة والمعاناة داخل خيام النزوح هنا كبيرا للغاية لا يمكن وصفها الأطفال هنا ينطقون بما يشعرون به كانوا ينتظرون أن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة ولكن على ما يبدو في ظل الأخبار التي تتوارد بأن الحرب ستستمر خلال هذا الشهر الكريم غازل علول من مخيمات النزوح في رفح رؤيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر